ازايكم؟ في الفيديو بتاع النهاردة جاي كلمكم عن تحديث جديد حصل في استهداف الجمهور على الفيسبوك الفيسبوك خلاص رسميا دخل الاي اي 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 او الزكاة الاصطناعي في الاستهداف بتاعه على المدير الاعلانات يعني على الفيسبوك والموضوع يعني لما هاجه اشرحولك النهاردة هتتأكد ان كلامي زمان كان صح لما قلتلك وانت بتعمل الاعلانات الممولة لو مش عارف ازاي تستهدف جمهورك سيب الاستهداف فاضي والفيسبوك هيعرف يشتغل فلو فاكرين الفيديو ده تقريبا الفيديو ده كان سبب اصلا شهرة قناتي على اليوتيوب فتعالوا ما طولش عليكم المقدمة اكتر من كده وننتقل لمدير الاعلانات على طول واشرح لك كده الابديت اللي حصل وهل الصح انك انت وانت بتعمل اعلاناتك الممولة على الفيسبوك الفترة الجاية تستخدم الابديت ده ولا لا هو ده اللي انا جاي اقوله لك في الفيديو بتاع النهاردة بس خليني في البداية اقولك لو بتتفرج عليها على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك واشتغل للفيديو ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكريب بالقناة وفعل الجرس عشان يحصل لكل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالى احكي لكم حكاية الابديت الجديد اللي حصل في استهداف اعلانات الفيسبوك الممولة لو جينا كده فتحنا مدير الاعلانات بتاعنا على الفيسبوك وجينا ننشئ اي حملة وليكن مثلا حملة ودوسنا هنا كده على كونتينيو وانتقلنا بعد كده لمرحلة الاوديانس هنلاقي بقى ان في خيار جديد بدأ يظهر لبعض الناس في الحسابات الاعنية ده لو ما كانش كلهم يعني وهو اسمه ادفانتيج زائد اوديانس ايه بقى فكرة الادفانتيج زائد اوديانس ديا ولو انا جيت هنا ودست على سويتشة اوديانس اوبشن هتلاقيه كده بيرجعك للطريقة الاولانية اللي كنا بنحدد بيها الجمهور فكنا بنعمل مثلا كاستم اوديانس او لوك لايك اوديانس نحدد لوكيشن السن من الى ونبدأ نحدد الجندر او الجنس يعني وبعد كده الاهتمامات واللغة ونكمل خطوات الاعلان بتاعنا لكن دلوقتي بقى في حاجة اسمها يوز ادفانتيج اوديانس وهو هنا بيقولك ان الطريقة دي هتقلل من تكلفة النتيجة بتاعتك او الحاملة بتاعتك بالنسبة تصل الى 33% يعني هو بيقولك ان ده بالنسبة لك هيبقى احسن طب لو دوسنا هنا على يوز ادفانتيج كده تعالوا بقى فاهمكوا القصة دي شغالة ازاي والفيسبوك بيقولك ايه مبدأين كده الفيسبوك بيقولك حضرتك في البداية ما عليك بس انك تحدد للوكيشن يعني انا عايز اعرف بس كده انت بتستهدف مين وليكن مثلا بتستهدف مصر وليكن مثلا هتستهدف هنا القاهرة على سبيل المثال المطلوب منك بس في البداية اللوكيشن الحاجة التانية انك انت مطلوب منك تقولي اقل سن الاعلان يروح له كام ملكش دعوة انت باقصى سن احنا هنتعامل طب هنتعامل بناء على ايه انا هقولك دلوقتي هو هيتعامل بناء عليه ولكن حضرتك في البداية مطلوب منك تحط له اقل سن فاحنا بنتكلم ان اقل سن من حيث القدرة الشرائية او انه هو يبقى عنده اصلا صلاحية قرار الشراء فاحنا بنتكلم ممكن نقول من واحد وعشرين لتلاتة وعشرين ده طبعا بتختلف حسب المنتج او الخدمة اللي حضرتك بتروج عنها ممكن تنزل لواحد وعشرين يعني الموضوع طبعا بيختلف من مجال للتاني فخلينا هنا مثلا مبدايا نقول تلاتة وعشرين الخيار التاني اللي بيبقى معاك بيبقى معاك انك انت لو عايز تستبعد ناس معينة حضرتك كنت حطتهم في جمهور مخصص يعني مثلا فيه داتا حضرتك رفعتها قبل كده مثلا على الفيسبوك وعايز الاعلام بتاعك ميروحش للناس دي انت الموضوع ده بالنسبة لك مفروغ منه فساعتها ممكن تختارهم في الاكسي كلود بحيث ان انت تستبعد الناس اللي انت حطتهم في الجمهور المخصص ده لكن لو مفيش فخلاص انت مبتختارهاش اخر خيار بعاك وهو اللغة وان انا زي ما قلتلك قبل كده احنا ممكن نختار اللغة العربية واللغة الانجليزية او ان حضرتك تسيبها فاضية يعني الحد هنا ده العادي الفرق بس يعني الجوهر الوحيد اللي احنا خدنا بالنا منه دلوقتي هو ان انت بتحط الحد الادنى للسن مبتحطش السن مين الى خلاص بقى فيه مين بس وما فيش ايه لا ايه لا دي هتبقى ايه راجعله هو وانا هقولك دلوقتي راجعله هو بناء على ايه يعني خيار بقى ايه الادفانتيج بلاس اوديانس دي ايه القصة بقى الموضوع هيشتغل ازاي هو بيقول لك يا سيدي طالما انت انفعل الخيار كده على الوضع ده فهو هيبدأ يعمل الاتي ايه هو الاتي انه هو هيبدأ يستهدف الناس او الجمهور في الاعلان الممول بتاع حضرتك بناء على ثلاث حاجات ايه هما الثلاث حاجات دول اول حاجة الاحالات النكحة اللي كانت حصلت في الاعلانات الممولة بتاعتك السابقة يعني ايه يعني لو حضرتك بتعمل اعلان كونفرجن او اعلان سيلز فهو هيبدأ يستهدف ناس شبه الناس اللي كانت عملت عملية شراء منك قبل كده من خلال الاعلان الممول بس خد بالك هو كاتب لك باست كونفرجنز يعني لازم يكون الاعلان اصلا معمول كونفرجنز او سيلز او عن طريق البيكسل يعني لو حضرتك مسطب بيكسل على الحساب الاعلاني بتاعك او مدير عمل الحسابات العناية بتاعتك يعني فهو هيبدأ يستهدف الناس بناء على قراءته للبيكسل يعني هيبدأ من الاخر كده يشوف الناس اللي كانت دخلت على الموقع الالكتروني بتاعك من خلال اعلان الكونفرجنز سواء الناس اللي اشترت قبل كده او الناس اللي ما اشترتش بس البيكسل اراها الالجوريزم هنا بناء على الكلام ده هتبدأ تشتغل وتتحرك بمساعدة الحد الادنى للسن اللي حضرتك حده فيبدأ بقى يشوف الناس اللي اشترت منك قبل كده والناس اللي دخلت على الموقع الالكتروني بتاعك قبل كده بس بشرط ايه هو الشرط انه يكون الاراية دي جاء من البيكسل يعني ايه يعني بشرط يكون الشخص اللي دخل على الاعلان الممول بتاع حدرتك قبل كده يكون دخل من اعلان ممول انت عامله على الفيسبوك ويكون ساعتها كنت رابط البيكسل بتاعك على الموقع الالكتروني بتاعك على الفيسبوك فهيبدأ يقرأ بناء على البيكسل وبناء على الاحالات النكحة اللي كانت حصلت على الموقع الالكتروني بتاعك قبل كده من خلال الاعلانات الممولة بتاعتك على الفيسبوك الحاجة التالتة بقى واللي انا واصلك السؤال اللي هو اصلا بيدور في دماغك دلوقتي تب افرد انا اصلا ما بعملش اعلانات conversion او اعلانات sales يعني او ان انا ما عندش موقع الكتروني اصلا فهو بيبدأ يلعب بناء على التفاعلات اللي حصلت على ايه على ال previous ads يعني على الاعلانات الممولة السابقة اللي حضرتك عملتها على نفس ذات الحساب الاعلاني بتاعك بناء عليها هيبدأ يشتغل يعني ايه بناء عليها هيبدأ يشتغل يعني يشوف اللوكيشن اللي حضرتك محدده هنا واقل سن حضرتك محدده هنا وبناء على نتائج الاعلانات الممولة بتاعتك اللي حضرتك عملتها قبل كده على حسابك الاعلاني اللي انت شغال عليه بناء عليه يبدأ يقرأ الجمهور اللي حضرتك بتستهدفه وبناء عليه يبدأ يودي الاعلان الممول بتاعك لناس شبه الناس اللي تفاعلت مع اعلاناتك الممولة السابقة فهو بقى هتطلق حاجة زيادة كده اسمها audience سجست اوبشنال يعني ايه يعني بيقول لك كده هنفترض جدا الحساب الاعلاني جديد ولسه انا مش عارف اقرأ ولا بيكسل ولا عارف اقرأ تفاعلات حصلت من حسابك الاعلاني السابق او الاعلانات يعني اللي انت عملتها قبل كده على حسابك الاعلاني فهو بيقول لك ان انت ممكن تحطي الاقتراحات الاقتراحات دي هاخدها في عين الاعتبار في حالة ان الالجوريزم فشلت انها تطبق الاي اي 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 او انها تطبق استهداف الجمهور بناء على الجمهور المستهدف في الاعلانات السابقة او بناء يعني على رد فعل او نتائج الاعلانات الممولة السابقة بتاعت حضرتك فبيبدأ يقول لك حط الاقتراحات اللي هو ان انت تبدأ تحط اهتمامات وتبدأ تحط السن من الى زي الطريقة القديمة اللي احنا كنا بنعمل عليها الجمهور بتاعنا طب ده بقى ما يخلكش تفكر في حاجة يا صديقي ويرجعك كده للكلام اللي العبد اللي قاله تقريبا من سنة ونص وهو ان انا قلتلك ان حضرتك مش لازم تحط اهتمامات كتير في الاعلان الممول بتاعك وقلتلك يا صديقي لما تيجي تعمل اعلان ممول تخلي الحساب الاعلاني الواحد بيشتغل لمجال واحد مش ده الكلام اللي انا قلته قبل كده وناس طلعت انتقادتني فيه مش انا قلته قبل كده خلي الحساب الاعلاني الواحد يفضل ان يكون بيشتغل لصفحة واحدة ويفضل يكون يشتغل لمجال واحد عشان الالجوريزم تبدأ تفهم الجمهور اللي حضرتك بتستهدفه مين وتبدأ تفهم حضرتك بتستهدف ايه عشان مع الوقت النتائج الاعلانات الممولة بتاعتك تتحسن ولما الايه ايه يبدأ يخش في الاستهدافات على الفيسبوك الموضوع يقدم عليك بالإجاب مش بالسلب وهو ده اللي بالفعل حصل دلوقتي فنصيحتي ديك يا صديقي هي النصيحة اللي أنا نصحتها قبل كده خلي التول تشتغل ويفضل الحساب الإعلاني الواحد يكون ما بيشتغلش عليه غير مجال واحد والصفحة واحدة الأفضل يعني لو هتشتغل أكتر من صفحة بس كلهم يكونوا بتوعك بيقدموا على مجال واحد فقط يعني ان الاخر كده الحساب الإعلاني الواحد تكون بتستهدف بيه شريحة معينة من الجمهور او يعني جمهور مهتم بحاجة واحدة معينة عشان مع الوقت الأداة تبدأ تحسن من نتائج الإعلانات الممولة بتاعتك ولو كان الحساب الإعلاني جديد فأنا باقترح في البداية ان انت تستخدم الصجفة أوبشن وتبدأ تخطله كده اهتمام او اثنين او ثلاثة عشان بس تبدأ تفهمه انت بتستهدف مين طب بعد كده يا باسم الاستهداف عمله ازاي زي ما قلت وشرحت قبل كده اعتمادك على الاستهداف يكون بالكرياتيف يعني بالكرياتيف يعني بالرسالة الإعلانية بتاعتك الرسالة الإعلانية بتاعتك كل ما كانت موجهة بشكل سليم فبالتالي الناس هتتفاعل مع الاعلان بالتالي الخوارزميات هنا هتبدأ تفهم انت بتستهدف مين هتلاقي مع الوقت نتائج الاعلانات بتاعتك بتتحسن اتمنى تكون استفدت من الفيديو بتاعنا النهاردة ولو عجبك الفيديو هتنساش تعمل لايك وشير لو بتفرج عليه على الفيسبوك لو بتفرج عليه على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكريب بالقناة وتفعل الجراز عشان يصبح لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى